السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في ساعدة كوزين اليوم سوف نقوم بسبوسة جوتا تشينا بعصير البرتقال اول شيء سوف نقوم بشربة و نجعلها تكوتي و نقوم بسبوسة لكي تبردنا الشربة سوف نحتاج كما قدير كاس و نص سكر سوف نحتاج كاس جوتا تشينا عصير البرتقال بنفس الكاس كاس ماء سوف نحتاج شرائح تشينا نحط هات الشربات على النار نخلط شوية ببادك السكر و نحطها على النار و نخليها حتى الفقال شوية و نكملون بسبوسة و نقوم بسبوسة بشربة لنا لنقصها قليل ببادك السكر و نوم بسفوية ببادك السكر و نضيفها بالوقت زوش كيسان دقيق نحيت منهم ربع مغارف زوش كيسان دقيق نحيت منهم ربع مغارف سنعوضهم بربع مغارف فارينا نحتاج نصف كاس حليب كاس جوتاتشينا عندي كاس إلا ربع سكر كاس إلا ربع عندي كاس زيت ربع بيضات عندي زيست تاعتشينا مبشور البرتقال كمية اللي يريدين هنا سنقوم بقريب مغارف كبيرة ونحتاج دو باكيت خمير الحلوة انا سنقوم بها اليوم سنقوم بها في الميكسر كما تخلطوها في الباطر اول حاجة نكسر البيض سننرح بها ربع بيضات نزيت لها السكر نحكم مية السوائل كاملة. نزيد البشر البرقوقال. نزيد الكمية على الفارينة. نضيف البشر البرقوق. نضيف البشر البرقوق. نضيف البشر البرقوق. نضيف البشر المال. نضيف البشر دو万. سنزيد تقريبا ربع مغارف ربع مغارف اللي نحيتهم في اللوه سأردهم ونزيد نخلط خلطت مليح المقادر مع بعضهم كماشتوني وزدت الكمية تسميد كي لقيت اللقص تعيجت شوية شاية ونسخنوه دائما كي تبدو تخدموه واللمول تعيد هنتو ونرشيتو بشوية دقيق نحط البسبوسة تعي في الفور ونرجع لكم بعد 25 دقيقة البسبوسة تعي طابت كما راكم تشوفوه والوقت يعني دائما كلكم كل وحدة والفورتحة هنا بعض اللي طابت ونحديلها خليتها بردت شوي موش بزاف بفات برك نسقو بها هكا كما كنتشوفوه هنا دردخرين نسقو بقوالب فرضية ونبعد نشربها بالشربات اللي كانت بعبادة طيب تهت في اللقص كماشتوني خليتها غلات عشر دقائق نخليها تشرب بمليح كمية شربت ونضيينها تزيين اختيارات كما تزينوا كما تريدوا بلانوات كوكو تقدروا تدهنوا تخليوها كما راهي ولا تطلبوا الوجه كامل باللقون فتوق تشينا وتزينوها كما تريدوا مكسرات كما تقدروا تديرو كريمة البرتقال وتديروها الكوش من الفوق وتزينيها مهمة تزين اختياري بعد شربت البسبوسة بالشربات خليتها تشربت منيح ومبعد تقلبتها وزينتها بهذه الطريقة كما تزين اختياري المقادرة اليوم يعطي لكم وحدة كبيرة وخمسة من هذا الصغار انتوما اذا تديرو قلب او مول يكون كبير في المرضى عائلي ولا تديروهم كل صغار كما هكا قوال بفردية ان شاء الله تكون عجبتكم لغسية اليوتا اليوم اللي كانت بسبوسة او بعصير البرتقال تاكلوها بالصحة وانتلقوا في فيديو جاي بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة